قال محافظ بن سويف محمد هيني غنيم إن هناك توجيهات رئاسية بأن تكون المبادرة الرئاسية حياة كريمة قائمة على الاحتياجات الحقيقية للناس مشيرا إلى عقد عدد من اللقاءات مع المواطنين لمراجعة احتياجاتهم وأولوياتهم لوضع خطة عمل بهذا الشأن وكشف محافظ بن سويف عن إدراج ثلاثة مراكز بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة وهي بن سويف والوسطى والفشنة عملنا عدد من اللقاءات مع المواطنين علشان نراجع احتياجاتهم وأولوياتهم وبناء عليه يتم وضع الخطة اللي هنشتغل عليها في المرحلة الثانية احنا بنتكلم ان احنا عملنا ده في المرحلة الأولى في مركزي ناصر وبيبة وشغلين على ده بعد ما خلصنا الثلاث مراكز اللي دخلين معنا في المرحلة الأولى كمدن بنتكلم على الوسطى بن سويف والفشن احنا دلوقتي بننزل إلى القرى وبنجتمع مع الأهل وكنا من عشر ايام في قرية الميمول وهي تعتبر واحدة من اكبر قرى بن سويف ومصر بالكامل وعملنا احوار مجتمع مع الناس عشان نسمع احتياجاتهم وانطبقها على ما ورد قالينا المعلومات من الجهات التنفيذية في النهاية المشروع للناس فمهم ان الناس تشعر بانه هو بيلبي احتياجاتها وخارج من سماع احتياجاتهم بشكل مباشر تبزل الدولة جهودا حاسسة لتطوير قرى الريف المصري وتوفير حياة كريمة للمواطنين شهدت محافظة بن سويف اقامة مجموعات من الفعالية التي تم تنفيذها في قرية سوتس بمركز بيبا وذلك ضمن فعاليات يوم القرية جهود حثيثة تبدلها الدولة لتطوير قرى الريف المصري وتوفير حياة كريمة للمواطنين ففي محافظة بن سويف اقيمت مجموعة من الفعاليات والانشطة والمبادرات والعروض الفنية والندوات التوعوية التي تم تنفيذها ضمن فعاليات يوم القرية في قرية سوتس بمركز بيبا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأقيمت الفعالية تحت إشراف المحافظة وبالتعاون مع عدد من المدريات والقطاعات الخدمية والحيوية والمجالس القومية المتخصصة التي استضفها مركز الشباب والمدرسة الإعدادية بنين بالقرية بنين عم بالحياة الكريمة الحمد لله عندنا صرف صحي وغاز طبيعي الطرق اترصفت بإذن الله الحمد لله رب العالمين جميع الخدمات المواطن كان بيحلم بيها وأنا منهم الحمد لله على أرض الواقع إحنا النهاردة يعني أنا عن نفسي أنا ستس اليوم في عيد ما شاء الله يعني ربنا يبارك فيك يا ست الرئيس والحمد لله رب العالمين يعني اللي احنا فيه ده يعني فضل ربنا وفضل حضرتك النهاردة كان يوم القرية نظمونا شرية حيات كطاب زي مثلا السلع المنعمة القوافل طبية عملوا حيات كتير أوه في الدولة وإحنا بنشكر ربايس وبنشكر كل واحد ساهم في حياة كريمة شكر فخامة الرئيس السيسي على اليوم الجميل ده ودعمه وبنشكر حياة كريمة على المشروعات اللي عملتها في القرية هنا من صرف صحي الغاز لنية للرصف طرق لمباني حكومية ومدارس ومستشفيات والحمد لله يعني الدولة جامد بدورها معانا والحمد لله والنهاردة كفالات طبية برضو في البلد وشهدت الفعالية إقامة معرض للأسر المنتجة وندوات توعوية عن برنامج كفاية اثنين والذي يستهدف تصحيح بعض المفاهيم المجتمعية والدينية الصحية الخطئة حول تنظيم الأسرة بالإضافة لتنظيم قافلة للصحة الإنجابية والتي تضم عيادة متنقلة في عدد من التخصصات في حين شاركت الثقافة بتقديم فقرتين منها فقرة قدمتها فرقة الموسيقى العربية والثانية فقرة فنون شعبية لذوي الهمم كما تضمنت الفعالية أيضاً توفير السلع الغذائية والتمونية وشادر لبيع اللحوم بهدف رفع العبء عن كاهل الموطنين بالإضافة لإقامة معرض منتجات التنمية الرفية فضلاً عن عقد ندوة للإرشاد الزراعية والتعريف والتوعية بكرت الفلاح الخاص بمنظومة صرف الأسمدة